احتفل في بلدة بطنايا التابعة لمحافظة نينوى بالعراق بإعادة افتتاح دير ماريوسف للراهبات الدومينيكان الذي هدم المسلحون معالمه كما تعرضت القرية بكاملها للتخريب وقد ساهمت منظمة عون الكنيسة المتألمة في إعادة بناء الدير المخصص لراهبات الدومينيكان إلى جانب إقامة حديقة للأطفال وأعلنت مديرة المنظمة الدكتورة كارولين هال التي زارت مناطق في نينوى أن الدير الجديد هو إشارة على الحياة الجديدة بعد أن هدم المسلحون المذابحة وقطعوا رؤوس التماثيل وكتبوا رسائل معادية للمسيحية من ناحيته دعا رئيس أسقفة الكلدان بول تابت سكان البلدة الذين غادروها للعودة إلى مساكنهم وأراضيهم يشار أن منظمة عون الكنيسة المتألمة ساهمت في إعادة بناء العديد من القرى العراقية التي دمرها مسلح داعش في السنوات السابقة ترجمة نانسي قنقر